هل تعتقد بأننا أمامهم حادث عرضي في توقيتات مثيرة للغاية؟ عزيزي هذه ليست أول مرة بعد الشكر على الصدافة الكريمة التي نبحث فيها كيف تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بإرسال رسائل لصانع القرار في طهران بأن الخيارات العسكرية كلها ما زالت بطروحة على المائدة وأن من بين ذلك هو رسائل نارية الآن تختلف من القصف إلى التفخيخ بمعنى إذا كنا نتحدث بالفعل عن القدرة على تمرير بعض قطع الغيار التي تستوردها إيران وتظن أنها تتغلب عن نظام العقوبات الأمريكية وعن الأعين الرقابة المنتشرة في العالم لضبط ما يصل إلى إيران من سلاح ومن ذخائر ومن قطع غيار الآن يبدو أن اختراقا قد حدث في هذا المجال والإيرانيين الآن واضح أنهم في حرج أمام حتى رأي العام الإيراني إن كان بالفعل قد تم التمكن من هذا الاختراق هذا يعني التفخيخ يحصل بناء على قرار سياسي لأنها ليست فقط بنك للمعلومات أو الأهداف العسكرية التي بالإمكان قصفها متى أرادت القيادة السياسية وإنما هذه مفخخات موجودة لا تعلم إيران بأي مستودع وإن كانت فقط مقتصرة على الصواريخ والدرونز أما أنها شيء آخر وهذه رسائل قد لا تخلو أيضا من بعد أوكراني فيما يتعلق في مشاركة إيران بفعالية متنامية في قضية تصدير الدرونز لأوكرانيا مما يعني أن هذا الموضوع أيضا يعني روسيا بشكل أو بآخر